اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل على قناة تلفزة تيفي وعلى مختلف المتاعنا اثمار ميديا على اليوتيوب على الفيسبوك جولدون بودكاست اوفيسيال معكم سويل غداوي في جولدون بودكاست في سهرية الليلة عشان عاديوك وقت ممتاز جدا على تلفزة تيفي وعلى مختلف ديفي اليوم حد صناع المحتوى حد اللي قاعد يعطينا في ضمار سبيسيال على الاخر مراد الروجة هلا وسهلا اشنا حوالك مرحبا مرحبا بك في دبي لتصوير سلسلة بش تكون ان شاء الله على قناة تلفزة تيفي اثرة شقان الفتر كيفاش الاجواء كيف جات الفكرة اليوم انتي موجود في دبي كان الموضوع هذا فما مواضيع اخرى فما لعبات كبيرة كما تقول انتي والله الفكرة جات الي انهم تصلوا بي وكلموني على المجروعة ذا والحاجة اللي في السلسلة هذه انه فما دي جينيراسيون يتلموا معناه معناه حتى كنتشوف لسيمي وليا حاجة بي ومره ويجديما في تونس دونك اذا كأوه معناه عجبتي الفكرة على الاخر وحتى الجروب معناه بي وحتى كنتشوف لها معناه حقيقة متعربي واحد لقاء راحت ومعناه تحسس فما كوران يتعدى وماشي الحاجة بي ان شاء الله الحمدلله بي نحكيه على سيري او سلسلة في رمضان معناه الانظار الكل بش تكون عليها ان شاء الله دونك على تلفزة تيفي اللي هي خوك من بوك دونك من ابطالها بش يكون صابر سيزار مريم بمامي مراد الروج محمد السياري اللي قرون محمد السياري كيف كيف حمادي الوهايبي اليوم التشكيلة هذي كيف تشوف روحك في معاهم كيف تشوف روحك في وسط سيري بش يكون عليها برشة 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 عينين كواء خاطر نعرفه لرمضان الناس الكل تتواجه لتلفزة بالتبعه سوهيل والله هذه هي الحياة والجنرال سوهيل ديما يلزم فهم حاجة جديدة ومعناه انا مثال نحكي على روحي اعملت برشة حاجات في تونس من الانترنت بشيت للتلفزة بشيت الراديو نشيت معناه حتى السيريات في ادوار معيش كبيرة برشة سينيما كيف كيف هذي حاجة جديدة انه معناه دور كبير ومع اسامي كما هكا معناه كبار على الاخر انا نستنى فيها السيريات مش لعبات انا اللي بيش نمثل فيها نستنى فيها ولعبات زادا قاعدة تستنى على الاخر معناه حسب الناس لكي تكتبوا قاعدة تبعث لك كل شيء نشوف فيها حاجة بها ان شاء الله ان شاء الله نكونوا بالمستوية ان شاء الله دونك شوني خليك تقبل بار كونتر انتي ما تحبش برشة تلفزة والله اي انا سويل معناه السنة طول مرتين ولا ثلاثة جايوني ادو بروبوزيسون ولا ثلاثة ثانية سيريه دي حاجة اخرى معناه هي صحية بش تعدد في التلفزة وزيدها بش مان نغلطوش لعبات رايي التلفزة زيدها عند الناس لحاجة خواه فهمت؟ مان انا ما هو نفس الناس لانترنته في التلفزة ثانية سيريه كما هكا عندي انا واحد كي يجي في حياته حاجة كما هكا كاني فلتها مان تصور يخرج على السكة شوية فهمت؟ خضريا دي حاجة راي مهمة 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 برشا بالاخص في حياتي انا معناه فهمت؟ نحكيه على سلسلة خوك من بوك على قليل تلفزا تيفي كيف تكون أخوات أنت وصابر؟ ماذا بيك تحكر؟ ليه؟ خاطر نحن في حياة لحاجة وفي سلسلة خوك من بوك طبعا أنا راني معنى على بعض أنا أود باب الخضرة وصابر كيف كيف أود باب الخضرة معنى فهمت؟ معنى احنا نفس الحومة ونفس كل شيء لكن الأحداث متع السلسلة مختلفة جدا صحيح على ذلك أحداث مختلفة جدا معنى معنى ألاقوا حاجة اللي عجبتني برشا أنا اللي سوهير راولغ الحكاية ذي صايرة في برشا عائلات معنى فهم منها معنى مايش حاجة جيتا كيكا ولا ذا الحاجة اللي أنا معناها شيخ عليها على الأخر في السيرية اللي تنجم تتعدي دي مساج في السيرية ذايا معنى ما نحكيه على الأحداث لكي لا نحرقوش للناس كمامتش نتفرج في رمضان اللي هو على الأبوي برمضان بكم مبروك بالمناسبة فهمة كومبليسيتي ما بينات كنتي وصابر كيفاش لقيتو الأجواء معنى انت هاليوم صحيح انتوما فارد حومة قرب لبعاثكم في المنطلية لكن الشخصيات تختلف وخاطرف بحكم السيناريو بحكم القصة ما كون مش عايشين ما بعاثكم مش تكتشفوا بعاثكم بعد والله ياي فهمة فهمة الكورو يتعدم فهميا معنى أنا فهم شنو علي وفهم هو وشنو عليه والحاجة اللي أنا وسابر معناه نزيده لبعاظنا معنى أنا نجب نزيده وسابر هو نجب يزيدني بالكدية بالكدية لانك هذي الحاجة اللي يمكن حتى العباد قاعدين يستنووا فيها شو نوعي تضمار بشكون فهمة ضمار فهمة ضحك فهمة كيفاش تكون السيري والله الضمار الذي في السيري هو أن يقلل لك بعض الأشياء لأنه لا يوجد زوز من نفس البيئة هناك مواطن عائشة هنا عنده حياته وموره وكذلك ثم لدينا المواطن الأخرين في تونس وكذلك نعرف أنهم ينجمون ويكونون كيف ويعيشون بعضهم فرد دار ويقعون كل يوم حاجات جديدة وكل شيء لأنهم ينجمون بعض الأشياء لقد قلت حساباً أنه لا تدخلوش في الكليشي ما يعني كليشي؟ يعني نقوله العيشة في تونس والعيشة لنا في دبي يعني اليوم النجم كمشاهد تونس يقول لك شبيههم مثلاً يفيسوا علينا مثلاً يقول لك شبيهنا إحنا نظهرهم ميزرين في دبي فهمت؟ الكليشي هذا لدي حتى علاقة معناها بالجملة وهذه السقفة لا تدخلين تحته فهمت كليشي كم أريد أن سهير عشت على البرا فهمت وعشت في تونس يعني ريتلي نمثلوا فيه ونخدموا فيه يعني فهمت بشكل عائشوا في الكيب يعني فهمين فش قاعدين نعمله لدي حتى علاقة بالكليشي أو شيء خائب على تونس أو شيء خائب على تونس فهمت كم أريد أن تكون في رمضان متفائل أنك موجود في هذه السلسلة ما هو الفيدباك؟ أهم الفيدباك أنا سويل عندي برشة مظهرتش في التلفزة يمكن أن أخر حاجة ظهرت فيها هي السيري متاع وقتها عبد الحميد بوشنيق أذوكم تعديت خبال هذه أخر حاجة العبيد تستنى خاطر تعديه برشة عوام وأنا خرجت للبرة ورجعت نعيش في تونس معناه وكذا بعدت شوية وتقوى واحد رجع العبيد تستنى فيك معناه باش باش ترجع وشنية الرول وشنية القصة بالضبط وكذا المساجات أنا عند العبيد والعبيد اللي تحكي فيه حاجة بي حاجة تفرع تخليه كان واحد يخدم على روحه وإن شاء الله نعمله حاجة تكون في المستوية ونخذر القدام إن شاء الله دونك حظ موافق لكامل فارقة سلسلات خوك من بوك اللي بش تشوفوها على قناة تلفزة تيفي ابتداء من أول أيام شهر رمضان الكريم إثرة الإفطار دونك فما برشة موفاش ايت على تلفزة تيفي بالحق معناه اليوم عنا من الجامش يمكن نقول برشة عنا برشة موفاش ايت في تلفزة تيفي به اليوم الضمار كيفش تشوفو في الموجود معناه اليوم منافسة شريسة نتصور رمضان السنة بين الموجود فيما سيريات سابقينكم فيما سيريات جدد فيما وجوه موجودة من عامناو للطاوة فيما وجوه جديدة اليوم كيفش تشوف الضمار رمضان السنة ان جنرال ماش نحكي على السيري والله السنة هو تقرر معناه سنة بعامناو لكل شي هو راوغ زولي راوغ في الدومين الكل الكتاب دا فامة وقتها تطلع بالرسمي سويل كيفش بش فسالك كيما تشوف في مصر مثال عندك الثمانين ألف سيدكوم وثمانين ألف مسلسل والعبيد هي اللي تحكم بعض فمدخوية ذمار نتصور مش بش يكونوا كله كيف كيف معناها حتى بش ترجع على السيريات حتى حكيناها دجا وقلناها حتى في الراديوك تكلمونا معناها الذمار معناها حاجة أخرى معناها مشكمة عائلي هي دجا القصة عائلية معناها بتبعها بش يكون فيها الذمار عائلي واني قلت لك راو سابر ش حتمل عنده وانا ش حتمل عندي وممثلين كبار قلت ربي مش تعجب العبيد إن شاء الله يا ربي واضح ما فهميش خوف مثلا من السيري ولا حاجة سيبقتكم عام أو لا لا ما رأيش خوف أنا رأي الناس كل تخدم على رواحة سهيل ربي يجيب القصة من الناس الكل معناها فهمها شنية فهمها عبيد جواع على التيران ذا معناها تحب الرسمي معناها كيما أنا واحد من الناس واحد يحاول يحط الكل في الكل في السيرية ذا بش يحاول يعجب العبيد إن شاء الله بعد ديمة كلمة ترجع العبيد با السؤال هو أبيدو شكونا كثير واحد يضحكك بش ناسألك في السيري خوكم نبوك في التورناش في الأجواء في كذا وكذا وان جنرال في تونس معناه شكونا كثير واحد يضحك موراد الروج نبدو بالسيري شكونا كثير واحد يضحكك في البلاتو في البلاتو والله كلهم بغساب في البلاتو والله كل من المخرج سيبراهيم سيحمادي الانصابر الكل كل ما يفهم ما 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 في البلاتو ما لا نصر الدين ربنا لي الناس يرحموا ويناعموا لأنها حتى كستيتوا لكل حافظهم مغرون به بعد فما لطفي فما كريم فما برش عبية تخدموا على رواحهم أخويا باين و... تحس حتى الضمار متيعنى سابر زيادة كيف يخدم على رواحهم برشة 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 ومورد الرجون يحط روحوا في اللي موجود حاليا والله يحط روحوا وين بالضبط في اللي موجود كوزوسوى ديجيتال لا تلفزة معنات اليوم نحكيه على كوميدي نستبع فيه ينجم يكون الكوميديا نوار اللي يقدم فيها برشة صخرية لكن نجم اضحكنا نضحكو على مشاكلنا نجم نضحكو على الحاجات اللي توجعنا هو في العالم الكل سهيل وعلينا نعرف وقبل الكمت يلزم دي ما تتعدى بالتلفزة باش تكون موجود يمكن مع اسامي مع دي ستار اخرين وكول ترى تحلت الانترنت وعلينا حتى في امريكيا في البلدين اللي نسميه هير بابينا شوية معناها في الدومينا دا كي نقول هير بابينا مش معناها في معناها في نحكي في في الأفكار وفي الماتريال خاطر عام في تونس هير بابينا منه وعلي اخر هير بابينا في رصة نحن فتوه على تيك توك هير بابينا هير هذيكا حاجة اخر ما نحكيه عليها هذيكا ليفل اخر فهمت كل واحد معناها عنده تلفزة وعنده عبادة تفرش فيه فهمتها وعلى الله انه دائما منحش رني سوائي نحكي على روحي وين حيب لعبية دا معانان اي ماذا تقول كوين ترى الروج وولا في يضحكني وكذان يعني فاعد نعم وحتى نحكي اي حاجة معناها ما نشتم معناها ما ندخلش ما نستسهلش وفهمتها معناها بالرسمي راني عارف فيش قاعد نعم بالضبط تعتبر روحك ماخذ حقك والله هي بكل صراحة بكل صراحة معتا اليوم ما عارش كيتوغز روحك المريحة ولا كيتقوم الصباح تقول والله انا كموراد الروج مثلا بلي قاعد نعم فيها ديجيتال بحضورك في الاسبوت ما عارش برشة حاجات عمل كرونيكور قبل كنت موجود في مسرحية مع بشترزي تقول ما ياخذ حقك ولا معنا تهبينك وبين روحك اخذولي انا سوايل حكيت لك قتلك راني انا جيت بريود راني انا بعت معناها انا خرجت من تونس وكذا وبعت سبعة سنين معناها ما هي السالة فما حاجة سوايل روكي تبعت سبعة سنين ولست سنين تجي تنسيك لعبيت كمبلتما معناها معروفة والبرة مش كما في تونس معناها ما هي السالة بتتلقى ماتريال وتخدم وكذا وتمشي لبلاد اخرى عيشة اخرى معناها حياة اخرى وعائلة معناها ما هيشة مش كما في تونس في تونس دي ما تحرك تنجم تصور تنجم الافكار تاك تاك دونك سبعة سنين ذوكم انا في السبعة سنين ذوكم قاعدت نخدم باش نقعد موجود باش مبعد ينرجع لتونس حمدولي يا ربي على قل تاو واحد في البلاتفورم موجود معناها في اي بلاتفورم موجود معناها فيديوهات حمدولي قاعدت دور قاعدت تعمل في برشة فيو معناها ملايين في متى دونك انا قاعد نخدم وكا وخويا شنو الهدف متاعك او شنو الحلم ان تعمر ادركوش والله هي الحلم متاعي لي بش نانا 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 نتاوه معناها في الhommeانشو من شاء الله قد ربي وان ما نشو خطرة مايش لعبة زاده بشكل واحدك سيخسن يعني شاء الله خطرة خزولي اللي عملنا يا رامو عباش ترسه هو أفنمون ما هوش معناها أفنمون كل واحد عمل نص ساعة واحده عملنا الادات اللولا اعملنا الكمبي عملنا بعض جمعة الثانية عملنا تزيد كونبليكي في كيف في الكوليزي معا مع الستند أب متاعي ومتاع وكانوا فما حاجات غيرين سوهيل انا من وقتها من غادي بالرسمي معناه في رك خرجت المسرح خرجت العبادة رك تخرج تلقى سبعمائة قدامك وألف وواحد روح حاجة معناه أول مرة أنا سوهيل وقتها نطلع بدأت نخدم من وقتها حتى لا يتعدى الواحد لما يزيد شي ضيع وقت ويتعدى الواحد صحية خاطر العبادة بيتها يقولوا لي يا روش يخي عليش ما تعمل شوش بيك ما كش موجود شوش بيك ما فميش وزيدا ما نحبش نعمل حاجة كلي كيكا وبرا سوهيل حب نعمل حاجة بالرسمي معناه مش متاع مرة واثنين وثلاثة نحب نعمل حاجة نقدم بها نمشي بها نخزر بها حتى لنبعد يعني وان ما نشو يكون موجود في المهرجانات ويكون موجود إن شاء الله مراد الروج مراد العبيدي الروج أصلا منينoted والله يامال دية القصقية أصلي في الحاجة متول Particularly شو بص legendary روج لا لا نحكيلك ما نعểuش اليوم النجمة تكون مثلا تسمية منين ليه يا روجنق ليه يعني معاك مثلا الروج في الحومة قبل خرج Oftق Joey من Rangers تقلقت منها ولا معلت النجمة تكون تنمر لا لا بأس ارى الشريف في البلدفور فهنا نحن مراد للروج استغليتها؟ استغليتها استغليتها بالتباع فهنا تعجبني الكلمة سويل فهنا نحن بذلك شيخ على هذا شيء تنجمة ميزك بالتباع معاونتني بلقديه بالرسمي ارى شيء اريد اعيت لي روج اعيت لي مراد يعني مراد من النجم انتلافت لكش في شارع من النجم بحكيش معك تعايت لي الروج اختفى دي ريكت من عرش نجم تكون تانمر ولا؟ ليه تانمر ولا فهمش كوني اعتبرها قولك كما قولك مثلا زرقة اي زرقة او المخترة تبدأ زرقة وانتي بكش زرقة هذيك فتعرفك اللي عايته بالالوين بالغالطة هذيك المخترة اما اياذا انا اروش بالرسي يعني قبلها ما عنده حدا حليقة بالتانمر جو له عملت الجون زي دا ومشو دخل في كتريب متاع البلو بعد و او ظل اللي قلت لك سوايا الفاسخ وبينا انا ري ما اعملش حاجة اكيك معناها ما نجيش انا قلت قاعد جيت عملت واحد اسمه الجون يعني ما ليش ضارب لك الدرجة فهمت هذيك الجون برسوناج اللي هو عكس الروج فهمت غات الروج شوه وها حومة وكذا ومشاكل ولي فما يحكيهم وكذا ولي فما والحياة التونسية فهمت الجون حاجة اخرى الجون يلعب باديل من جردان الكارتاج عبت اخر جملة فهمت يكون ديما وهو ليه ما يتفاهموهش فهمت واضح عليش اخترت الجون هذا خطر تحب الترجي ردي تونسي ولا لي لي خطرت الجون خطر كنت نجم تختار مثلا لبلو كنت نجم تختار الموف عليش اخترت الجون بشوالي روج وجون الروج والجون هي اكثر الوين يمشي ويتقارب خليك صريح ليه ترجي ترجي ليه ترجي ليه ترجي ترجي معناها بابا توفيق العبيدي معروف نعم تحيلي معناها هذه حاجة ملي صغير اما انا جون عملته على خاطر الروج والجون هم يقربوا لبعضهم اكثر وان بلوس الماتيريال حاضر يعني عندي شعر الصفر حاضر انك عملت الجون والروج تحسهم حتى بيش تعمل بهم حاجة يمشيهم بعضهم على الاخر سوهيل حبك للترجلة تونسي ما نقصلكش في النوم بردو فان متاع احب الجمهير الاخرى والله اي اغذل لي انا سوهيل اغذل انت على ديجيتال اي اغذل لي انا راني مانيش منافق مانيش منافق او لا تسألك على الجامعيتك يقول لك ما انا عرفش شكون وكل منتخب يقول بالعكس نعم المانه منتخب على السياس احب اوكرانيا فان مشكلة او بشو اقول لك شنائع ساعات يجيك يقول لك اه انا مثال يسألك يقول لك انا نحب المنتخب انا اللوم العبيد اللي معناها العبيد اللي يعرفوه يحب الجامعية ذيك وميكلموهوش اذاك الرهني فاقل احب جامعيته او البره احب جامعيته وكذا ونحن عنا حتى المؤتريتين سعيبة قليلاً ما أنا عمري معني ما تراني ناتاكي كيب أخرى ولا ما عنديش نحب جمعيتي نتفرش فيها نتبعها هذا من طبعك ولا خوفاً من الجماهير الأخرى ليه 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 ولا من طبعي من طبعي من قبلك ما تأوى معني ما تبدلش معنى هي بيداً لنفس ماذا توصل تعمل على خاطر تراجرية التونسي موراد الروش ماذا توصل نعمل ونقصها بولمون اخو مريول بتراجيستور حاجات تنفع الجماهية خاطرك نعرفك محب كبير للتراجرية التونسي اي بالتبيعة ما أنا قلت لك ملي حالينا عينينا وخالي عادل مولي يلعب في الكلوب خالي خوبي في الدار اي أنا كانت للابابا كان يلعب في الاسبرانس من هنا توفيق العبيدي وخالي في نفس الماتش خالي عادل مولي يلعب في الكلوب من هنا فهمت معناها ماذا الأجوية في الدار نهارتا والله كسافا كانت ماشي أطلاق في سلكة شو وذيك بيه في سيري خوك من بوك اللي تتفرجوا فيه على قناة تلفزة تي بي تي في أول مرة في دبي دبي أول مرة أخويا شنو أول حاجة شفتها والله معنا عبيد تحب بلادها أخويا بلاد بحليها نظيفة ماشاء الله أنا الحاجة اللي شدتني أول مجيد كما قلت لك سوهاي لأنا عشت في السيادة الدار مارك قولك سيادة الدار مارك معنا نحكي على نفوه عالي متاع نظافة ومتاع تقدم حاجة أخرى معنا حتى البلدين هذو ما نسميتهم اللي يهربين ببلدين أخرين في الأوروب نعرفوه ما إحنا قويين معناها كي جيت هنا نلقى نظافة بتاع البلدين هذيك زيدهم التقس هنا وزيدهم معناها برسمي فخرة عنا بلاد عربية هكا أخويا فهمت أنت على فيسبوك ما عندكش برشم اللي نبرت على دبي دبي نقاوك في دبي قلت فما نقل جماعي هزل دبي نحبوه نعرفو بلاي أنا ونقل جميع يجي من نجمعه خاطرة بس زيد تعبه خلي لهك كعبتينه كعبه خاطرنا نعطي النقل أخويا وبطير تعبك خاطرنا بدي شو خاليك تنبر على العباد اللي بماشي للدبي شو نبر بفادلك بفادلك ادخلكم موتوريت القومي يعيشوا كل في دبي لكم ادخل شوفهم بفادليه كذي بش فارق راو بين التنبير وبين واحد يفادلك مستغرب انه برشا ناس تمشي لدبي شو كيفاش معتا شو نخليك تنبر نعرفو التنبير يجي باكراونتنا حاجة اي 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 خاطرنا نحل دي مستورياتنا قل عبيت في دبي فهمت ما فيمتاش تحكيه تنبير على صبر سيزار مثلا لا لا على حوك في السيدكوم لا 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 والله اللي فاست دبي جيت بريود جيت بريود سهيل حتى برسمي حتى حتى صحابي معنا عبيتنا عرفهم ديما نلقان في دبي وقت نحبت ستاتيوه ذيك اكتبت نقل يز دبي منين اي اي اخي اينك يجيت لدبي شدو ايري اخوي رحكيه موليت تبعاش عارف حات كيف يحط ستاتيوك لاشي في اي انا ولا يفادلك ونبعاش فابا وليد خاطر رمار كابلت هبت نقل وبعدك نلقاوك في دبي دي اي 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 اكو مجيتش في السخص اي درا دي جاء مراد الروج مراد معروف برشا على الديجيتال كيف كيف نحكيو تلفزة ومسرح وكل شي واضمار لكن اليوم قدش مهم الديجيتال مهم برشا برشا الديجيتال توا من اقوى ما فمع حتى تشوف معناها حكيت انا قبل قلت حتى معناها ده فيتون اصول جنيرال ما كانوش حتى يخموه فيه ولا يعني يخزروله في خزره اخرى اليهو توا العالم الكل ولا الديجيتال العالم الكل وماشي يو بزيد بش تسعاب اكثر فمزي محظوظين انتو مجمعة ديجيتال انكم بجيتو من الاول معتاليوم اللي حب يخرطي رقاها صعيبة ولا توفقني في الرأي ولا معتاليوم اللي بادي جديد يقول لك صعيبة كيفية وش ناخدت انا على على الاف المتابعين ومئات الالاف المتابعين هم لين المتابعين والله يدويم سهير يدويم معناها يزمك تعارف روحك كيفش قاعد تعمل كل الشك هو اللي مش باي اللي يخليك تقص يتبدل لحات العبد اللي يتبع فيك حس بيك اللي مكشنتي دويم خوية وعليها وفا ما برش عبيدة جديدة قاعدة تطلع ما شاء الله وجنراسيون جديدة وعبيدة عندها في مخاخة وضمار وكل شي شو نقطة قوت الديجيتال معتاليوم كي تعطيني بوان فور اللي انتي تحس فيها اللي هي ملموسة يعني اللي عندك كي ما قلت لك قلت لك عندك ما عادش كي ما قبل معناها تتعدى انتي يلزمك بريزوه كامل بش تجم تعدى في التلفزة بش تفرجوا فيك التلفزة بش وليتعرفك العبيدة دوها عندك انتي تلفزة متاعك وحدك اللي جيك العبيدة ما تعنيه ما تتفرج فيك وما غير من زبيك زيادة معناها ما معناها هو داخلك غادي بشي يتبعك انتي بشي شوفشنية فياش قاعد تعطي فيه معناها هو الكونتونيوم متاعك ولا فهمت ولا كل شي وين تصنى في الكونتونيوم متاعك موراد معداليو مكين حكيوه ديجيتال وين تحطه في اللي موجود؟ نعم فيه كوميتي أنا نعم فيه مانيا ميش بشي اختلف رمضان السناء على رمضانات اللي تعديه ولا؟ بما أنك موجود في سلسلة نجم بيكون منافسة لزملائك اللي أنت تنبر على زملائك تنبر على الناس اللي تفرج تنبر على الفيدباك في الستكوميت تحكي تحكي على كل شي رمضان السناء نجم يكون مختلف على رمضان يعني نبر على روحي أنا سوير رمي قلق نيجب يعني نعم فادي جميعا يعني حتى كنت مش تعمل حاجة هوية تنبر على روحي خاطرها عارف كنت أبدأ بشي نبرت على زملائك شكورهم زملائك نمثلين ليه مش كعبية منابرتش على زملائك يعني نمثلين على فازات يصيروا مثال فيه 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 مرات انتي تنبر على حتى اللي ينبر شفت اللي ينبر على حاجة انتي تنبر عليه ليه لا يعني قلت لكم منابرتش على عباد مثلين ما تفكرش نظار الساعة دي مثلا حاجات سعب نظار نظار صحيح بي وله شديته في كوان شديته لذلك عندك أنية على الرمضان رمضان من رمضانات ايه على كي يخشل في صوته وذيك وثروة رأسه وحك رأسه ايه تقلق كلمك كلمت بعثكم لا والله هاي البريود هذي كان كل لا أما تعوى وريني نحكيه معنى بلك دي طيب معنى البريود الأخرة حكينا وكذي وقتل وراني نفد لك قليلية والله راني معنى بالعكس قليلا هما إمكانية بعد رمضان ترجو معاش تحكيه ولا والله هاي هو واشنوه العمل بتاعي وبتاعه وشوفوش فم فم وماتر لعطيك شنية فم تم المقولة صاحب صنعتك عدو انتي بأيد حاليا بأيد على الأجواء رمضان كي تتفرج في الأعمال أو تشوف الفيدباك متاع الناس تنجم بتاع تيرايك وتنجم تنبر كل أريح هاي رمضان السنابش تكون موجود في المنافس موكي تختلف ولا هذا سؤال والله هاي ليه ليه ما عادي هي بيدة مانيش هايززها الغادي انا وكل ليه هي بيدة عادي بش تنبر وبش نبر وكذي وذيك هي ذيك الجو سويل فمتر ذيك الجو متاحة هاي لان انا ما نكلمكش وتي ما تكلمنيش ما عادش ما عادش فهم الجو فمتر باي انا اكثر فيديو ضربتلك برشا برشا اقوة فيديو تعتبرها انتي لي ابدعت فيه برشا برشا اقوة فيديو للعائلات عمتك وبوك وخالك وبوك تالعيد اللي في العيد ولا معنى الحاجة اللي نحكي عنه رو عايشينها بسحور نس كله مراد الروج كي نحكيوه على ديجيتال معنى تبارك الله معنى فيديوهات تتشاف بملايين ناس قاعدة تابع فيك اليوم فما بارازيت من تيك توك يجيكم ولا بارازيت من صناع المحتوى بين ذفرين اللي قدموا حاجات من غير محتوى اللي من عشانوها تعمل ولي من عشانوها تعمل تحكي على جميع تيك توك كتير تحكي تيك توك مو كلو ديجيتال كلو فم فارد خانة بعد كلوهم يحطوا مثلا مراد الروج وفلان 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 يعملوا ديجيتال فنفرقوش احنا كمشاهد عريض معنى هو رو حتى في تيك توك فما كي ما قلت انت فما سيناعة محتوى معنى حاجات باي فما فما تصب على روعك الفارينة والعظم وحاجة اخرى ذيك فمت ميش سيناعة محتوى ذيك يعني فما سيناعة شنو شنو تنجب تكون كوجينة بني حاجة اخرى وزيوت وواحد معنى وفارينة وفمت حاجة يعني شنحسة تمشي كوجينة وميك لو ايه خاطر روة نحكيلك معنى فرق بنا معنى تحط سامي الشافعي بواحد عمل لايف وريقد في تيك توك ساور فرعو بشخر أنا سامك أنا سامك ولا ولا انت تطلع يبدي يقولك في اسمك معنى فمت تحطوا مبعاظهم هذو ما تجاملش تحطوا مبعاظهم معنى ما عنده حتى علاقة مبعاظهم شنو تعتبر لي عملو فيه شنو كانت ساميه او كانت تعطيه جملة هذي يزم العلماء يقعدوا عليه وهي المشاهد النجمة نقولك خطر حاجة رايما أنا بدي منش فهمها وقصها مبالله معنى ما كان مشاهد بسيط اللي تشوف فيه على تيك توك اليوم شنو تعتبر يودي مختر ياسر اللي قاعد يسير رو نحكي معك بالرسمية رو معنى مرة أخرى أنا وريد حاجة أنا ما بعثوهيري لعبات معنى التفلة صغيرة مينور معنى عمرها ربطة سنة معاها أمها كبيرة في العمر حالين لايف معنا جماعة منيش عارف مين من بلاد والطفلة صغيرة تعمل تعايد كبس وأمان وريحكي معاها واحد منيك كبير في العمر والأم قاعدة تضحك يعني هم فهمت وين تخنى نحنا فهمت بالرسمية رو حاجة مختر مختر ياسر هل مراد الروج اليوم يوافق الناس اللي تقول يزمي تسكر تيك توك في تونس ولا؟ مو موكي تسكر تيك توك المشكلة فما خافي يسكرك اليوتيوب ويسكرها ليه ليه موشكي بسكر تيك توك ليه بسكر تيك توك يعني بش تضر عبيد أخرين فهم عبيد بالرسمية قاعدة تعمل راي في محتوى رو فهمت فهم عبيد تمشي لشبوليت عبيد تسافر عبيد تحط في فلوس عبيد تعمل كوميدي فهمت بسجي تجمحهم كل مبعاظهم وتسكر عليهم زيدا ما لاعرف الشان انك ترحي ولي فهمت لجنة مثل فهمت لجنة تقرر معنى إذا يعمل كونت إذا ليه يشوفهم يعديوا عليهم خاطر مايش عادي اللي قاعد يصير رو جملة جملة ماوش عادي جملة فهمت وفهمة بلدين صاروا فيهم كويرث معنى لكن اليوم هاو نشوفه في التلافذ انه يجيبوا صناعة هذومة اللي قاعدين يقدموا في تيك توك ويقدموهمنا كأمثلة معنى اليوم كجون ولا كمراهق يشوف مثال انه دخل فلوس ولا مثال ولا حياته تبدلت بعد تيك توك وبعد كبس كبس ينجم يتأثر وينجم يكون هو ذاك مشروعه متاع تيفه على انستجرام ولا على تيك توك يبدي نمشي معاك اكثر من اكرا معنى التلافذة اللي وجابت عبيد رب موش حلولوا معينيهم بصيفة غريبة معنى حتى فرجت في فيديو مرة معنى شو واحدة مرة تعاركتي ورجلها في رستوران ولا فازة اللي جابوها بالتلافذة خوية وكذا بعض وليت تعام في محتوى حاجة انو العقل التلافذة زدها حزلت لهم اللي فهمة برشة يروى وقاعدين يعملوا في حاجات في الدنيا والناس كل سمع بيهم وقصوا بالليلة تراهم انت انو يجيبوهم في التلافذة وتكاريهم خطره ذاكا ما يخدمش بيه ما يخدموش اللي خري يطمع فيه قولك يهبطني في الديك توك كذا يحكي على البرنامج يدخلوا يتفرجوا نجيب الاسبونسور فمتا كيك هتمشي معي فمعبيد ساعات تتسائل تقول مراد روش ما يخدم خطر عند البرنامج متاع الناس في تونس يلتو مش خدمة معتها انفلونسر ولا شون خدمة شو معتها اليوم كان نحكيو على مراد الروش منين تعيش اوفيسييال المان؟ والله يعني قتلك انا اخوي اراني انا 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 اتغربت ليه ليه انا 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 عندي حيات اخرى ہم س culpaه انا 힘들 فهمتا też quests اخرى انا اراني اتغربت صغير وخرجت ومشيت الناس baik ago وفهمت اشduino reasongen انا عارف得 اش subsidi مني نعم اللي قلت اموري وكذلك فهمت ومبعض رجعت لتونس دونك ما عندي حتى علاقة بالخدمة والواحد عندي اموري اخرى فهمت اللي نعم في اذيك غرامي انا وجوي انا و اللي بديت فيه كملت فيه معنى اخراجت ومشيت تعيش في السويد موضوع نجمو نحكيو فيه ولا ولا سي كنفيدانسيال لي 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 هذه حاجة تنج بكون شخصية تنج كم تحبش تحكي عليها جملة يا نفس او رغاني في السويد كيفاش كانت تخرج عرصت انا وقتا كيفاش خلت القرار انك تخرج من تونس وقتا انا وقتا ما كانش عندي معناها ما كانش عندي سوهاي للفكرة بتاع الخروش برشا وكذي معناها نقرأ في تونس وكذي جوي بي وكذي ومن بعد كهو وبعد وقتا تعرفت على المرأة وعدنا سنين ما بعضنا وانت انا قد خرجت نعيش غادي وكهو شو اللي خليك تخرج وقت قرية حب والله ليه مش وقت القرية وراق ليه ليه عيش اخرى ليس انا ما معناها ما مش هاختر وراق بش نمشي نقعد نعيش غادي ليه 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 كما قلت لك سويل معناها ما عايش في تونس حمدوله جوي بي كما قلت لك تعرفت على المرأة وكذي وكما اي واحد نجم يخرج بشي ايش وعمرته ولا بالعكس فمت طلعنا غادي عشت أرواحي في السويلة كذا يعرفت البلاد اقريت خدمت بديت أن تقدم شوي بشوي قمت بلان في مخي وقمت بلان ذاكا بعد بديت الان خاطر اخذوا لي وين غادي حاس روحي ما عادش نتحرك كما قبل في تونس خاطرين وقت اللي خرجت له نخدم في التلفزة زادة ونخدم في الراديو ونعمل نحب حتى في الديجيتال وقتها اول مبدأ يضرب فهمتها لكن شنوال حاجات خليك تخرج كوت 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 شنوال حكي كبش بدل حاجات خرجت نورمال معنى معنى مشكلة نحب نمشي مش الوبليكاسيون يعني خرجت نورمالك جيت الفرصة خمم خرجت نورمالك عادي واضح سبع سنين عاديتهم في الغربة سبع سنين كيفاش كانوا صعب صعب غربة غربة معنى يعرفتك التقس اللي ديمة غري وبلاد بعيدة شوية زادة مش فرنسا هنا وفهمت بلسكال كي تراوح صحيح بلسكال واني قتلك بلاد ديمة غري ونس معنى بالرسمي غادي نس تخدم نظام برشا نظام سوهيل معنى يتقى روحك في بلاد جديدة وكذا ومكش بشي توقع تتفرج معنى يزبك تخرج جيب عدتك وتتفهم المفتاح انت على البلاد ديك شنية ومنين وكذا ودك اللي عملتوا لكل الخوية من القراية بعد خدمة بعد مشروع بعد شو لي خليك ترجع لتونس بعد معنى اليوم القرار انك تخرج في مناء معنى انك بش تعيش غاديك قعد سبع سنين ومبعد قرر انك ترجع والله انا سوهيل نحب الجو وقفة الزن قبل هارب ولا ليه عليه هارب مثل شعبي انا سوهيل نحب نعيش في تونس راني نحب الجو متاع تونس واللي نعمل فيه انا معنى في الديجيتال وكل راو ماشي وقعد يقدم ويضرب وكذا وانا وقت ابيني وبينروحي قلت معنى برجولية يزيني من الدنيا الجرية اذا ومن انا سوهيل راني كاكا راو عادي طاوة ريتا عادي طاوة نقصت نمشي تلقاني في نيجيريا انا كاكا معنى انا نعيش كاكا فانا نشدش بلاسا حتى لعبات صحابي قاد يقول قلوش بيك يا روش بشيت ومعنى وهكا جيتك في مخك يكا جي نبدل معنى عادي ما كانش الهدف متاعك انك مراد الروج يولي باسبور وروش ويروحكا وولي روج كله ويروح لا لا انا سوهيل روحت وانا ما عنديش باسبور عادي كنت ما نخذوش يكلموني قالوا لي راكا كما اقولوا احنا انتي راكا قدمت انا قدمت على الباسبور متاعي الاحمر وروحت لتونس عندي وقتا شوية خدمة وكذا وهي ما يجبك تنجم تقلق كالفازة ديك يجبك تبدأ غادي ديما باش يجيك شوية تكمل انا في تونس وقالوا لي راكا انتي قدمت على الجنسية متاعك عندك وراك لازمك تقدهم ومشيت خويتك على الجنسية ومشيك اللي جريت وراها وقد قدمت عليها وخليت انسيتها خليت تمشي على روحها عندك اصحابك اصحابك صناع محتوي في السويد طبع فانت عندهم نبارة و... صناع محتوي في السويد ليه ليه صناع محتوي ليه على حق العربي ما عنديش ماذا تعلمتهم؟ كيفنا؟ قراب لنا شوي سويدينا؟ ايه والله ايه الباردين وعرفت عبيد تخدم نظام ذاك شو تعلمت منهم؟ وليتش منظمة معهم؟ النظام ايه انا نسيته النظام خطر عندي برجة عندي عامين ما تلعج السويد ايه ايه بايه لو نقولك اكتر حاجة ما تنسيهش في السبعة سنين حاجة بايه وحاجة خايب برجة فاما البيهي والخايب اعطيني حاجة بركة بايهي احسن حاجة بايهي واحسن حاجة اللي ما تنسيهش خايب الحاجة اللي ما ننسيهش فيما مرة كي روحت لتونس قعدت مع دارنا وكل ايه هكا هزيت راسي كل عرفت كي لي هزيت راسي نرا في معنى امي وبابا خليتهم معنى عرفت كي كنت نعيش معاهم مرة فيهم كل يوم وكي طلعت الغادي وكل تقعد ساعاتها عام ما تروحشه العامين ولكذي معنى ديما تتفيق بالحاجات ويكبروا عاطف العمر كذي قلت اوانا بشن معنى بشن اشكوانا بشكام الحياتي الهنى معنى مع ستريسة ديه كل ومغادي معنى يكبروا قلت برجولية انا يزم اكترش وانا نحبهم بحثيه فهمت اوكا واخويا ورجعت وحمدولله ربي الحمدولله تعتبرها اكسبرييونس ناجحة ايه ناجحة وزادتني برشة سوائل فهمت زادتني برشة معنى رأي برجولية احترمتي الناس الكل اللي ما تغربش ديما نقصته حاجة فهمتوا معنى حتى الغربة اي بلاد معنى تبعد على داركم وتخرج وتحرك وتخدم خويا وميز سهلة فهمت ويزم العبيد اللي في تونس يعرفوه ميز سهلة معنى فهمتوا توافق سابر سيزار الحلقة اللي فتكي قال انه قتلوا مرحبا معتها انت في الغربة قالي انا كنت في غربة توافق ولا انه في تونس يعتبر روحه في غربة لا انا ما انا ما انا حكيناه في انا سابر الموضوع ذايا في القاهوة البرح وما عنده برشة حاجات صحاح معنى حكاهم لي وعطيته انا رأي في الموضوع ذايا فهمتوا هو يراها كيك انا انا ما رايشة كيك ما في بلادك بلادك غربة اخويا غربة غربة فهمتوا ما يكذب عليك يعني حتى في اهي بلاد فهمتوا عندك ناسك وعندك ماليك وعندك 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 الروبير متاعك وعندك واضح ان شاء الله انتوك رب يرد غربة الناس الكل وتحية للناس اللي متغربة وتحية للناس اللي في تونس جت فترة مش فترة مزلت انت في الفترة هذي انك داعم للقضية الفلسطينية وصلت حتى تسكر انستجرامك كيفاش تعيش هالفترة هذي او الفترة اللي سبكت سيرتوه سيرتوه وقت من سبع اكتوبر لتو والله هي انا رو مش تول عيش فيها اللي نعرف نعرف من العبيد اللي دعمت واللي كنت ضحيت حتى بانستجرامك في الموضوع هذي اي انا سألو لي انك اللي تكفز ذيكا رو سواء مش عادي انهم يساعدوا في القضية الفلسطينية والعظم وكل شي يخيانا بعثوه لي ماي قالوا لي رويننا حينال كنت تعب علي عبارة فان راي عبارة حنوتة اذاكا ولا فيه او 400 الف و 400 الف اذوكم عبيد بالرسمة يعيشوا معايا فانت فيه اي حاجة نحب لك تلفزت اذيكا كي ما قلت لك يعني يا حرامي تنحى بينيلا ونهار والبرودة اذيكا وقسم من بالله ويشرب يا شرعي مانيش ندم معنا نجم العاود بش توصل بالنور اذيكا فيه ساعة مش تعاود من الأول اما كف فمت في البرودة اذيكا كي تنحى لي الكمت وحسيت ومعاش بشي يرجع جملة خطر ما عملتهم الكل يعني فميش حاجة ما عملتايش يعني علا العباد في كل بلاسة ما شاء الله عليهم وكذا قالوا يروي روش تعيب ياسم يعني كونت بشي يرجع ذاي وامبوسيبل ووقتها فما عباد ووقتها ناركيهم الفلسطين فلسطين فلسطين بشي تلويها تكلمت وقلت له اخوية واكا 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 قال لي بي هاتا نشوفك و هو ذاي هبط على فلسطين كل يوم و هو بشي رجحوا لي ما فميش رو فلوس تتعامل مع يعني ميتاب يرجعوا لك فلوس وما بدهم يقولوا لك رو يعني رجعوا بلايش ونحيوا بلايش يعني شاش تعطي فلوس فميش من الحكاية داي فهمت قال لي رو وارجع لي وقعد قال لي يعطيني مليون وعني شنين زملين قلت له تنعتيك مليون اما قلت له فهمني حاجة قلت له اخي انا على ما نحالي كونت بتاعي ما نحالي على القضية فلسطينية ولي ونتي ناركيام ببرتاجي قلت له اشتا عبين المليون فهمت العبيد كيفياش ولي عاملها خدمة ولي عاملها كوميرس ولي دبر فراس صحيح انه انتظرت انه بشي يقفوا معاك اصحابك ما بعد حد ما كلم لي 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 صحابي صحابي ولي تحومتي وكل لدوكم كل يوم معايا وكلموني وعبيدهم معايا وولي يحر كيفيش يرجعوا فهم عبيد اخرين ما نحب بشي نقول انه اللي ادخل فيك لغة دازيت معاهم وقفت معاهم وخاطرانا تعرفني سوهيل وانجيني انتي تقولي عندي يا ذايا بالله يا ببرتاجيلي وبطلي انا ما نخممش فيها مرتين فهم عبيد ما معناه في بينهم بش نوع صار ومنهم عبيدهم موجودين معايا في فيسبوك فهمت ما فماش عبيد مش بوجودين جبلة واضح انتوك لبس طواب الانستجرام دونك رجاع والحمد لله موراد الروج ما عندك شش مشاكل الحمد لله محبوب من اس الكل لكن كي نكتب اسمك موراد الروج في في جوجل او في يوتيوب يعرضني كلاش وحيد طيب 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 جاني اخوة حكي معايا وليد فهم هو وليد كيك مفهمتوش هو راو برا بارتاجيني تصويرتي روت في العبدالي در شنية كتبة عليها واحد هو كيك والله ما نعرف ما نيش عارف حتى عليش واحد هو كيكة سوهير كان قاعد هو في السخانة يضرب يا اخي اخوي وقت عملت في مال نحيدة فيديو نحيد خطر كلمك محمد علي ليه محمد علي مش تنمال بالرسمي من عز معرف بالمناسبة نوجه تحية كبيرة برشا لمحامد علي النهدي وعائلة النهدي لكل خطرت جبدوا كل حلقة فهم ضيوف جبدوهم وتفعل معي محمد علي تحية ليه وتحية الكبيرة سعاد محاسن ان شاء الله ربي يشفيها محمد علي خوية ما شل علي والله انتفكرة كما تعود حتى حتى اول مسار الفازة جاني للدار وانا ما نعرفوش جاني للدار وشنين مشكلة وشنين الحكاية واحد وذي قديمة اول 2017 اول 2017 ماذا يجب ان يعمل كلاشة؟ لا ما نعرف هو هو فهمتوش هو رو ريتو هو هو الرول متاعه بتاع جارية حمودة ايش كيكا هو في بارك؟ ايش كيكا هو ايش كيكا هو ايش كيكا هو عادي ايش كيكا هو يضحكني ايش كيكا هو على دوره في جارية حمودة؟ ايش كيكا هو ما يعملوا يعملوا هكا ولا؟ يا ودي جاوبتوه تغش شو نعم والله لاحظيه محدش فيه بشو يهي بادك او فيت الحكاية واضح تحية لهم الكل تحية العيلة النهدي الكل دليل تحية لك وتحية بالحق كبيرة الامين النهدي وسعاد محاس ان شاء الله ربي مش فيها مراد الروش شكرا نشوفوك رمضان السناء بعد ايامات ان شاء الله مع انتي لق البرمجة الرمضانية على قناة تلفزة تيفي ان شاء الله مش تكون في خوك من بوك انتي الخو من البوه الول الثاني النجم ونعرفه في السيري خليها كيكا خليها سويل خليها كيكا خير اخوي نحبه شوية تشويق انا حبت بعض اشتوريات تحكيلو واضح به شو تقول الناس اللي تحبك مراد فمو احد تحتيب الكومنتر قالك مصاب رمضان قدوء اي 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 انتي عندك سيري اي 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 بل عندي عبيد رو برسمي عاشوا معايا معنى عملي من واحد اول مبداع حبو قولو مرحبو لكم منس كلو مرسي بوكو ان شاء الله ان شاء الله في سيريا بشوفو حاجة جديدة وتابعونا ونحبو التسجي اخوين شكرا مراد الروج ملتقنا ان شاء الله الحلقة القادمة الحلقة القادمة ان شاء الله بش تكون في رمضان الستاب هذية والديكور هذية بش يرجع ان شاء الله بعد رمضان لكن بش ننتقلو ان شاء الله للستوديوهات تلفزة تيفي بش نكونو كنا على ديجيتال وعلى تلفزة تيفي جولدر بودكاست ان شاء الله تكتشفوا الاوقات في الايام المقبلة ان شاء الله رمضان مبروك على التوينس الكل وعلى الامة العربية الاسلامية الكل نشكر لكيب الكل اللي امنت لكم بجولدر بودكاست نحب نشكر ساميح جمني على الكوافير المزيانة تحيا ليه اللي قاعد يقوم بخدمة مزيانة برشة تحيا ليه ساميح جمني في دبي حاجة لكس عالاخر يلا ملتقنا في رمضان في جولدر بودكاست اجمل تحيات سويل غداوي في امن الله رمضانكم مبروك باي باي اشتركوا في القناة